فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا أن الله مزق ملكه ولذلك من صبيحة الغد قتل والجزاء من جنس العمل ولذلك الملوك في زمانه تفاوتوا منهم من أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن ومنهم من أذل كتابه ورسله فمزق الله ملكه ومنهم من لم يؤمن لكن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقى الله ملكه نرجع إلى كلام السهيري قال وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطنه ثم كان عند سبطه يعني أحفاده قال فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك ابن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب فلما رآه استعبر حق له أثر من آثار محمد بن عبد الله والله إن أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم لو ثبت لحقيق أن يبدل فيه كل غال وثمين كتاب رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسته يده الشريفة قال فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله لكن الأسف امتنع قلت يقول الحافظ ابن حجر وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين ابن حجر هذا أيها الأخوة تدرون في أي زمان في حد سنة ثمانمائة للهجرة وزيادة قال أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين ابن الصائغ الدمشقي قال حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال أرسلني الملك المنصور قلوون إلى ملك الغرب بهدية فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت فقال لي لا أتحفنك بتحفة سنية فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال هذا كتاب نبيكم إلى جد قيصر ما زلنا نتوارثه هذا الكتاب الشريف إلى الآن وأوصانا آباؤنا أنهما أدام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم عظمه هرقل وبقي وقد بلغني أن بعض المسؤولين في زماننا هذا من قرابة عشر سنين علموا أنه موجود في أحد المتاحث هذا النص يقال أنه في تركيا ولكن الذي يغلب على الظن أن النص الأصلي والوثيقة الأصلية لا زالت في أوروبا في أحد متاحثها ولا شك لو سعية للحصول عليها فمهما بذل فيها من الأموال فلن يبلغ قدرها نعم أيها الأخوة هذا النص الكريم الذي فيه من الدبلوماسية ما لا يخفى على من يطلع عليه من المتخصصين أنا لست متخصصا في الدبلوماسية لكني اطلعت على عدد مما حرره المتخصصون وحللوا الخطابات النبوية والرسائل المصطفوية فقالوا إنها لم تخرج عن مقتضيات الدبلوماسية لا بل إنها لا تؤسس لنوع من الدبلوماسية إن الدبلوماسية النبوية هي الحقيقية في هذا الوصف في قضية العلاقات بين الدول إن الدبلوماسيات المعاصرة يا والإخوة لا تخلو لأن تقام على المصالح الذاتية فحسب والعالم اليوم ماثل أمامنا كيف أن دولا تزعم أنها تدافع عن حريات وهي تنتهكها وهي تدوسها بالأقدام تدوس هؤلاء الأقوام باحتلال دولهم والبغي عليهم وظلمهم تحت مسمى الحرية أما محمد صلى الله عليه وسلم فيرسل قادته يمنع من قتل النساء ومن قتل الأطفال ومن إحراق الأشجار ومن هدم البيوت لا بل حتى الكنائس والمعابد اليهود والنصارى لا يجوز أن تقرب لدى أن يتوجه هؤلاء القادة بل تحترم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام ومن جملة ذلك ألا يحارب هؤلاء في في الأديار التي يتعبدون فيها وفي كنائسهم إن هذه الدبلوماسية الكريمة من محمد صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن تكون حاكمة على جميع الدبلوماسيات المعاصرة وأنا أؤمل حقيقة من إخواني من الدبلوماسيين المسلمين في كل أقطار الدنيا أن يوضحوا هذا النهج الكريم لأنهم سيتحدثون مع أناس عندهم الحل والعقد وعندهم اتخاذ القرارات ليوضحوا أن هذا هو نهج محمد بن عبد الله ليس إرهابا ولا بغيا ولا ظلما ولا تخلفا ولا رجعية إنما هي الحرية الحقة إنما هي الارتفاع والارتقاب الإنسانية أي كان دين هذا الإنسان حتى لو اتخذ منجا لا يريد فيه الدخول في الإسلام فهو له ذلك الأمر ولا يحارب على أن اتخذ هذا الأمر كما قال الله تعالى لا إكراء في الدين نعم يحضر عندنا هنا ما يتعلق بآية السيف لكن هذا له تفصيلات عند أهل العلم من جهة أن من لم يرد الإسلام ورضي بالجزية فله أن يكون ذلك كذلك وهذا في حال ما إذا كان الإسلام هو الذي له النفوذ لكن في أحوال معينة كما في حالنا اليوم فهذه لها أحكام ينبغي أن تلاحظ وأن لا يكون هناك تشويه لسمعة الإسلام بل يجب أن نحافظ عليه نقيا طاهرا لتتجه إليه الشعوب في كل أقطار الدنيا ليدركوا أنه هو النبح الصافي وهو المحظن الذي يجب أن تأوي إليه البشرية جمعا أيها الإخوة والأخوات إن هذه الدبلوماسية الكريمة من نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لتوضح غاية الوضوح ما أكرمه الله تعالى به من حسن الخلق ومن كريم الرعاية وأيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص العظيم على أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وما أرأف قلبه وما أرق نفسه عليه الصلاة والسلام حين كان يتحسر على أن توجد هذه الأمم لا تدخل في دين الإسلام فالله تعالى يقول فلعلك باخر نفسك على أثارهم فلعلك تتقطع نفسك وتحزن على أن لا يؤمنه فكل ذلك إلى الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فجزى الله محمد بن عبد الله خير ما جزى نبيا عن أمته ووفقنا لمتابعته والسير على سنته إنه سبحانه وتعالى بر الرحيم أستودعكم الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته